سيد بوعود كيف تقرأ تصريحات الرئيس التونسي إلى أي مدى جاءت لتحسم جدلا استمر منذ أشهر وهو تعاطي رئاسات الثلاثة في علاقات متشابكة مع بعضها وإلى أي مدى يغلق باب الدبلوماسية الموازية في تونس بداية تحية لكي وعيدكم مبارك وتحية أيضا لكل مشاهديك ولضيفك الكريم باريس أعتقد أن المسألة في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة معايدته للشعب التونسي لم تحسم الأمور ولم تحسم المسألة الدبلوماسية طالما أن رئيس حركة النهضة لا أعتقد أنه سيتراجع عن علاقاته الدولية سواء التي بناها قبل أربعة الجامف وقبل عودته إلى تونس أو العلاقات التي استحدثها بموجب أنه رئيس للحزب الذي يعتبر حاكما في تونس منذ 2012 إلى الآن وبالتالي رئيس الجمهورية البارحة أو أول أمس ما قاله هو نبه فقط إلى أنه رئيس الجمهورية لكنه لم يقل تحديدا ماذا سيفعل مع من يتخطى صلحياته ولا ندري دستوريا وقانونيا إن كانت فعلا تتخطى صلاحياته خاصة أنه في هذا الخطاب لم يقتصر في توجيه اتهامه المبطن على راشد الغنوشي بل تقريبا على كل القواء السياسية المتواجدة في البرلمان وحتى خارج البرلمان عندما تطرق إلى الذين يريدون العودة إلى الوراء وإلى الدكتاتورية أي سيدة عبير موسي ومجموعتها عندما تطرق إلى الذين يريدون الفوضى والنزول إلى الشارع أي مجموعات الحراك التي تستعد لموعد 14 جوانح زيران القادم عندما تطرق إلى حركة النهضة وقال الذين يتوهمون أنهم يمتلكون الحقيقة لكن كان مثلا في المسألة واضح أنه يقصد السيد راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة عندما قال أن لتونس رئيس واحد في العلاقات الداخلية والخارجية وهو الوحيد الذي يمثلها وهذا دليل على أنه قد ذاق ذرعا باتصالات وعلاقات رئيس مجلس النواب خاصة وأنه يقوم بهذه الاتصالات ويجري هذه العلاقات على أساس أنه رئيس مجلس النواب وليس على أساس أنه رئيس حركة النهضة اشتركوا في القناة